موسم إلا أنها كانت على موعد مع التاريخ بتتوجها بكأس السوبر هدف واحد فقط بهذه ضربة الجزاء. كانت شرعية أملا سيوبي؟ طبعا كريم ضربة الجزاء الشرعية شوف اللعب. ما راح لعب اللعب. ما لعبش الكورة. وبالتالي ضربة الجزاء الشرعية. شوف الإعادة. في الدقيقة تسايد الحكم كان شجاعا في الإعلان عن ضربة الجزاء. 93 في الوقت الضحع. وبالتالي ضربة الجزاء صحيح. نفذت وسجلت وكان هدف التتوج عبدالنور. أكيد. تشوف هذا الفريق تحت فريق سير. نهى النوة في البداية على التتوج. فريق الاتحاد بالعباس. فريق الذي يعرف يصير المباراة. ليس في مستوى كبير. لكن في الشوطة الثانية. نوعا ما التغييرات يوسف بوزيدي. نظن البروفوندور بالبوندوتوش. نظن الدخول سوقار والدخول بودا الذي يغلق على الجهة اليمنى في الشريفة. نظن كان صراحة تاكتيكية. طبعا عبدالنورد سليم الكأس الآن بحضور مع الوزير الشبيبة ورياذا السيد حطاب الذي كان عنده تدور كبير في فرس بن عبد الرحمن مع الاتحاد بالعباس لنمك.